المدن الكبيرة لا تموت أو تختفي وإن تشوهت وهكذا هي المخى ها هي تستعنف الحياة من تحت الركام من بقياط ومادة الجص وما تبقى من الأخشاب ما تزال المدينة القديمة تحتفظ بهذه المباني وما تبقى منها تبدو تركة الحرب الثقيلة هنا وقد انهكت المدينة وسكانها ومن تحت هذا الخراب تحاول المدينة استعادة بعض من حضورها وخصوصيتها كجزء من قديم الزمن الجميل وشخصيتها المثالية المحفورة في ذاكرة الزمن المدينة المخى كانت مدينة مسورة لها أربعة أبواب هي باب الشاذلي وباب العمودي وباب الساحل والباب الزغير من الجهة القنوبية المخى أو أرض القهوة ظلت عقودا من الزمن تحتفظ بسفر اليمن فالمدن البسيطة يمكن لها أن تلخص وتقدم الوطن الكبير فمن لا يعرف المخى لا يعرف البن اليمني ومن لم يتذوق القهوة لا يعرف طريق البخور واللبان حاضرة العالم قديما وحديثا كانت هذه المدينة الوحيدة من تحتفظ بقاموسها الخاص بأشياء جميلة للعالم فمن هنا مر البرتغاليون والإيطاليون والأدارسة والعثمانيون لكن الجميع أيضا تركوا بصمتهم بما لا يتناسب وذاكرة المدينة النابضة بالحياة الجامع قصف في عام 1911 بالمدافع الإيطالية أثناء الحرب الإدريسية العثمانية وكذلك قصف في عام 1912 من قبل المدافع البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى اليوم بعد تأريخ المخى الحافل أرادت ميليشي الحوثي والرئيس المخلوع أن تضع هي الأخرى بصمتها أرادت أن تستلقي المدينة طويلا في العتمة لكن ذلك لم يدم فسنة ونصف كانت كفيلة بتجربة قاسية يحتفظ بها السكان هنا من مشروع الخراب الكبير الذي قادته الجماعة الإنقلابية وخرجت في عملية عسكرية واسعة للتحالف العربي والجيش الوطني كادت المخى تفقد أثرها في حرب الميليشيا ولم ينجح المشروع فالمدن العتيقة الضاربة في جذور التاريخ لا يمكن أن تمر عليها جماعة وتشملها بمجرد مشروع استئثاري صغير وإن توسعت شهية الاستحواذ من الجماعات إلى الدول لن تمر أيضا أو تطمس مدينة أكبر وأشمل من الدول الطارئة